اجتماع عربي حافل بالتحديات التي استوجبت عملا دؤوبا لمنظومة العمل العربي المشترك خلال دور الانعقاد التاسع والخمسين بعد المئة لمجلس الجامعة العربية فمن القضية الفلسطينية إلى تطورات الأوضاع في ليبيا ومن عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى قضايا الأمن المائي أما الأزمة في السودان فقد شكلت محورا مهما من محاور العمل العربي المشترك منذ اندلاعها منتصف أبريل الماضي والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة ووضعت إطارا لألية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق هدنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله وعلى هامش الاجتماع الوزاري عقدت اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة السعودية واللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشئون العربية برئاسة مصر اجتماعين منفصلين ناقش الوزراء المشاركون خلالهما تطورات العلاقات مع كل من طهران وأنقرة في تطور في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية وبين إيران والدول العربية في نفس الوقت هناك تحسن في العلاقة بين تركيا والدول العربية وبالتالي اللجنتين قررت عدم تبني أو إصدار بيانات خاصة بهم من جانبه شدد وزير الخارجية المغربي الذي تترأس بلاده الدورة لانعقاد الحالي على استعداد المغرب للعمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك وإطلاق مبادرات ومشاريع منتجة رؤية المملكة المغربية كانت دائما تؤمن بالعمل العربي المشترك ولكن في طابع الواقعي العملي البراجماتي الذي يوازي بين القضايا السياسية ولكن كذلك القضايا التنموية والقضايا الاجتماعية كما اتفق الوزراء على تنظيم مؤتمر وزاري دولي بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ مبادرة السلام العربية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة دور عقاد جديد لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وجدل أعمال متخم بالقضايا المعقدة التي تواجه العديد من الدول العربية ما يضع منظومة العمل العربي المشترك أمام تحديات مركبة خلال المرحلة المقبلة سمير عمر سکائي نيوز عربية القاهرة